تاو هيخضع لفحص طبي أول ما يرجع من جنوب أفريقيا وعنده مشكلة عضلية إجهاد عضلي ده اللي خلا ما يلعبش النهاردة ماتش جنوب أفريقيا مع الكونجو الديمقراطية اللي بيه توج المنتخب الجنوب أفريقي بالميداليا البرونزية فيه مصدر قال إن تاو بيعاني من إجهاد وأنه قال لمسؤولي الأهل القصة دي فاتقاله أول ما ترجع هيتعملك فحص طبي بشكل كامل لتبين موقفك هم بشكل عام كانوا قلقانين عليه من ضغط المباريات لعب أساسي في كل البطولة ولسه فيه سفر فالرجل بيقول إنه ممكن يريحه أساسا في مباراة شباب بلوزداد حتى إذا كان لائقا لكن علشان يديره قصة من الراحة بعد بطولة كانت أجواءها مناخيا وعلى مستوى الضغط شديدا من الناحية التنافسية كمان الأهلي هيسافر يوم متأخر بعد ما كان من قرر يوم 13 للجزائر هيسافر يوم 14 وبالتالي هيتمرن اليوم دا ويوم 15 ثم المباراة يوم 16 أمام شباب بلوزداد ليكون رئيسا لبعثة الأهلي فيها الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة في الوقت للنهاردة الأهلي لعب مباراة ما بين الأهلي والأهلي فيها تعرض كريستو لإصابة في العضلة الخلفية سلامات يا كريستو لأنه كده معناها أنه غالبا مش هيلحق مباراة شباب بلوزداد دا إذا كان أساسا في الحسابات بالنسبة لمارسيل كولر غير محظوظ الحياة كريستو لعيب عنده إمكانيات واضح أنه عنده جرأة كمان لكن الظروف مش أحسن حاجة ما بينه ما بين كولر ما بينه ما بين المشاركة في الملعب ما بينه ما بين الفرص اللي بياخدها وهذه إصابة تانية ممكن نقول عليها طويلة نسبيا في مسيرته مع الأهلي لكن بكرة يتحدد بالضبط مدة الغياب أما أليو ديانج فاتعرض لإصابة مش قوية في الركبة كدمة في الركبة وبالتالي برضو هيتعرف بكرة إن شاء الله موقفه من المشاركة مع الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد إن بارح الأهلي نشر خبرا بيتكلم فيه عن اجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ومارسيل كولر المدير الفني والكابتن خالد بيبو مدير الكرة وقيادات قطاعات الناشئين الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين والكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين والغرض كان هو وجود تنسيق كامل بشأن الأمور الفنية والاستعانة ببعض العناصر المميزة من قطاع الناشئين للفني الأول وإتحت الفرصة لأي منهم بالمشاركة وفقا لرؤية كولر وتطور إلى تقييم بعض عناصر القطاع الذين تم الاستعانة بهم في معسكر الإمارات الأخير زي ما أنتم عارفين معسكر الإمارات الأخير ده كان فيه عدد كبير من اللاعبين كان الأهلي بيكمل بهم قائمته وقرر أن يسافر الإمارات علشان يدمج اللاعبين دول معهم في الإمارات في الفريق الأول فقال مش هعمل المعسكر في مصر مسافر علشانهم هم تحديدا ده غير النظام في قائمة الأهلي الأفريقية ست لاعبين من الشباب